بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سأتكلم في هذا اللقاء عن ثلاث مسائل المسألة الأولى عن الرجعة والثانية عن الخلع والثالثة عن اللعان قلت فيما مضى عند الحديث عن الطلاق وعن بعض أحكامه أن الطلاق قد يكون طلاقا رجعية وقد يكون طلاقا بائنا والطلاق الرجعي هو الذي لا زالت الزوج فيه في حكم الزوجات لها ما للزوجات وعليها ما عليهم ما هي الرجعة وما هي أحكامها هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في هذا اللقاء أو في جزء من هذا اللقاء الرجعة هي عند الفقهاء إعادة مطلقة غير باء إلى ما كانت عليه بغير عقد إعادة مطلقة غير باء إلى ما كانت عليه بغير عقد وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم قال الله جل وعلا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادَ إِصْلَاحًا وأما من السنة فقضية ابن عمر المشهورة المعروفة والتي جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها وإجماع أهل العلم العقد على هذا وللرجعة حكم سامية في الشريعة الإسلامية فالحكم في ذلك إعطاء الزوج الفرصة ليتروى ويستدرك إذا ندمهر الطلاق وأراد أن يستأنف العشرة مع زوجته فيجد الباب مفتوحا أمامه وهذا من رحمة الله جل وعلا ومن حكمته قلت أن المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر في حكم الزوجات فهي زوجة ما دامت في العدة لها ما للزوجات من نفق وكسوة ومسكن وعليها ما على الزوجات من لزوم المسكن ولها أن تتزين وتتجمل لزوجها لعله يراجعها أيضا ترث أو يرث كل منهما صاحبه إذا مات في العدة لها السفر معه لها الخلوة بها وله وطأها هذه من أحكام الرجعة متى تنتهي الرجعة أو ينتهي وقت الرجعة ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة عزكم الله لم تخل للزوج إلا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل لمفهوم قول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدة فمفهوم الآية أنها إذا فرقت من عدتها لم تبح إلا بعقد جديد بشرطه وإذا رجعها في العدة رجعة صحيحة مستوفية للشروط لم يلأم لك من الطلاق إلا ما بقي من عدده شروط صحة الرجعة يشترط الفقهاء رحمهم الله شروط لصحة الرجعة منها أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد بمعنى أن يطلق دون الثلاث الشرط الثاني أن تكون المطلقة مدخولا بها فإن طلقها قبل الدخول فليس له رجعة لأنه لا عدة عليها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها من الشروط أن يكون الطلاق بلا عوض فإن كان على عوض لم تحله إلا بعقد جديد برضاها رابعا أن يكون النكاح صحيحا أما إن طلق في نكاح فاسد فليس له رجعة لأنها تبين بالطلاق الشرط الخامس أن تكون الرجعة في العدة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي أولى برجعتهن في حالة العدة الشرط السادس أن تكون الرجعة منجزة فلا تصح الرجعة معلقة بماذا تحصل الرجعة وهذه مسألة يتكلم عنها الفقهاء نقول باختصار تحصل الرجعة بلفظ يدل عليها كأن يقول الزوج راجعت امرأتي أو رددتها أو أمسكتها أو أعدتها أيضا تحصل الرجعة بأي فعل يدل عليها كالوطء مثلا أو التقبيل أو أي فعل يدل ويكون فيه دلالة صريحة على رغبة الزوج في زوجته هذا باختصار عن أحكام الرجعة أما درس الخلع فالخلع فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مأخصوصة فراق الرجل لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة قلنا أن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الرجل إذا كره زوجته أو أساءت إليه أو لم تقم بحقوقه لكن إذا وجدت المحبة من جانب الزوج ولم توجد من جانب الزوجة بأن كرهت الزوجة خلق زوجها أو كرهت خلقه أو كرهت نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تطلب فراق الزوج على عوض تبذله له تفتدي به نفسها لقول الله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وحكمة ذلك أن الزوجة تتخلص من زوجها على وجه لا رجعة فيه ففيه حل عادل للإثنين للزوج وللزوجة ويسن للزوج أن يجيبها حينئذ وإن كان الزوج حبها استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه حكم الخلع يذكر العلماء رحمهم الله لصحة الخلع شروط منها بذل العوض ممن يصح تبرعه وأن يكون صادرا من زوج يصح طلاقه وأن لا يعظلها بغير حق حتى تبذل العوض وأن يكون بلفظ الخلع أما إذا كان بلفظ الطلاق أو بلفظ كناية الطلاق معنيته فهو طلاق ولا يملك رجعتها لكن له أن يتزوجها بعقد جديد ولو لم تنكح زوجا غيره إذا لم يسبقه من عدد الطلاق ما يصير به ثلاثا أما إن وقع بلفظ الخلع أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق هذه بعض أحكام الخلع باختصار لأن المقام لا يتسع لذكر تفصيلات هذه المسألة معنا مسألة ثالثة في هذا اللقاء وهي مسألة مهمة مسألة اللعان الله سبحانه وتعالى حرم القذف وهو رمي البريء بفعل الفاحشة وتوعد عليه بأشد الوعيد كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وإيديهم وعرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين وأوجب جلد القاذف إذا لم يستطع قامة البينة بأربعة شهود يشهدون بصحة ما قال ثمانين جلده وأن يعتبر فاسقا لا تقبل شهادته إلا إذا تاب وأصلح هذا إذا قذف غير زوجته فإنه تتخذ معه هذه الإجراءات الصارمة أما إذا قذف زوجته بالزنا فله حل آخر وذلك بأن يعتاض عن هذه الإجراءات بما يسمى باللعان واللعان عند الفقهاء شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين من الزوج ومن الزوجة مقرونة بلعن من الزوج وغضب من الزوجة فإذا قذف رجل امرأته بالزنا ولم يستطع إقامة البينة فله إسقاط حد القذف عنه بالملاعنة يذكر العلماء رحمهم الله شروطا لصحة اللعان قالوا لابد أن يكون من زوجين مكلفين وأن يقذفها بالزنا وأن تكذبه في ذلك ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان وأن يتم اللعان بحكم الحاكم وأن يتم اللعان بحكم الحاكم أما صفة اللعان فقد ذكرها الله جل وعلا في قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرعوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيقول الزوج أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها إن كانت حاضرة ويسميها إن كانت غائبة بما تتميز به ويزيد في الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أي المرأة أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما أرمان به من الزنا ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ويقول العلماء رحمهم الله إن المرأة خصت بالغضب لأن المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويجحده إذا تم اللعان على الصفة التي ذكرتها وذكرها الله جل وعلا في كتابه الكريم مستوفيا للشروط التي أشرت إليها فإنه يترتب عليه أمور الأمر الأول الفرقة الأبدية بين الزوج وبين الزوجة والتحريم حرمة مؤبدة الأمر الثاني سقوط حد القذف عن الزوج الأمر الثالث أنه ينتفي عن الزوج نسب الولد إن فاه في اللعان بأن قال ليس هذا الولد مني الحكما من مشروعية اللعان أيها الإخوة أن العار سيلحق بالزوج بزنة هذه الزوجة ويفسد فراشه ولألا يلحقه ولد غيره وهو في هذه الحالة لا يمكنه إقامة البينة على زوجته في الغالب وهي لا تقر بجريمتها وقوله أيضا غير مقبول عليها فلم يبق إلا أن يتحالف بأغلظ الأيمان فكان في تشريع اللعان حلا للمشكلة وإزالة للحرج عن الزوج هذا هو ديننا الإسلامي دين السعى ودين اليسر ودين الحكمة ودين العدل حينما أوجد للزوجة مخرجا وأوجد للزوج مخرجا بفرق النكاح التي ذكرتها في هذا الدرس والدرس الماضي وفي الدرس اللاحق بإذن الله تعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يؤلف بين قلوب الأزواج والزوجات والله أعلم وصلى الله على محمد ترجمة نانسي قنقر